أهلا بكم في خطوة إذن لتعزيز وجودها العسكري خارج حدود أراضيها قال مسؤولون غربيون إن الصين تبني سرا منشأة بحرية في كمبوديا لقواتها العسكرية فيما ينكر البلدان ذلك ويحاولان إخفاء العملية بحسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست هذا الوجود العسكري الصيني في كمبوديا يعد الأول للصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي وجزء من سراتيجية بكين لبناء الشبكة من المنشآت العسكرية في جميع أنحاء العالم وستكون هذه القاعدة هي الثانية خارج حدودها لكونها تمتلك منشأة بحرية أخرى في جيبوتي بأفريقيا هذا تحرك صيني الجديد الذي اكتشفته واشنطن بوست يأتي في ظل الصراع الاقتصادي الجاري بين واشنطن وبكين لاستمالة دول منطقة المحيطين الهندي والهادي الولايات المتحدة أطلقت إطارا اقتصاديا للتعاون مع ثلاث عشرة دولة في تلك المنطقة وفي محاولة صينية بالمقابل للتصدي لهذا المسعى الأمريكي يرى محللون إنه من المرجح أن تعمل الصين على الاستفادة من اتفاقيات التجارة التي تربطها بخمس عشرة دولة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية التي انطلقت عام 2012 ووسط هذا الصراع الاقتصادي والأمني تبرز جزر فيجي في المحيط الهادي التي تحاول واشنطن ضخها تحت أو وضعها تحت جناحها من خلال مبادرة الإطار الاقتصادي هذه الأخيرة وكذلك تسعى الصين من خلال استثماراتها الكبرى التي ساهمت ببناء الطرق والبناء التحتية وناطحات السحب في جزيرة فيجي إذن لنتعرف أكثر على هذه الجزيرة نفتح هذا الملف ونفهم بداية الفرق بين اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يضم الصين وذاك الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي الذي يضم الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ومع احتدام المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على مد النفوس في منطقة المحيط الهادي والهندي يبدو أن واشنطن تكسب أولى الجولات أمام بكين هناك كلمة السر هي جزر فيجي قبل الخوط في حيثيات هذه الجولة التي كسبها الأمريكيون لا بد لفهم التنافس الصيني الأمريكي من استعراض موقع وأهمية جزر فيجي هذه التي نتحدث عنها وما هي علاقة فيجي بكلا الطرفين هنا كما نرى هذه دولة فيجي أو دولة جزر فيجي الواقعة فعليا في وسط منطقة جنوب المحيط الهادي يحدها طبعا من الشرق هنا الشواطئ الأسترالية على مسافة لا تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر كما تبعد مسافة نحو ألفين كيلومتر عن الجنوب عن نيوزلندا وتحيط بها مجموعة من الجزر مثل تونجا جزيرة فانواتو وجزيرة كاليدونيا على كل الأحوال فيجي هي عبارة عن أرخبيل يضم مجموعة عديدة من الجزر يصل عددها إلى ثلاثمائة وثلاثين جزيرة لكن السكان يقتنون ما يقارب مئة جزيرة فقط من الثلاثمائة وتغطي مساحة جزر فيجي حوالي ثمانية عشر ألف كيلومتر مربع كما أن ثلاثة أرباع السكان يتمركزون هنا على جزيرة فيتيليفو وهي الجزيرة التي تضم مدينة سوفا عاصمة سوفا عاصمة الدولة الصراع على فيجي طبعا لا ينبع من المنافسة على مواردها لأن موارد اقتصاد جزر فيجي محدودة نسبيا لكن موقعها في قلب منطقة محيط الهادي الذي تحول هنا إلى منطقة صراع جيوستراتيجي حيوي لكل من الولايات المتحدة غربا والصين شرقا جعل النزاع يحتدم حولها وحول الجزر المجاورة لها بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فهي تعتبر دول المحيط الهادي وفي قلبها جزر فيجي تعتبر أساسا لحماية مصالح الأمريكية الأمنية والتجارية في المنطقة هذا الأمر يستدعي رافعاء اقتصادية تدعم ثقة هذه الدول والعلاقات بالولايات المتحدة وعليه وخلال أولى زيارته إلى آسيا أطلق بايدن منتدى الإطار الاقتصادي لدول المحيط الهندي والهادي انضمت إليه أربع عشرة دولة من بين المنضمين هي جزر فيجي أما في عيون الصين فتعد مجموعة الدول الصغيرة هذه وضمنها جزر فيجي يعدون شركاء ديبلوماسيين مهمين يمكنهم المساعدة في جدول أعمالها في الأمم المتحدة كما أن هذه الجزر هي حائط صد بوجه الصين بما تصفه بكين بمحاولات التغلغ الأمريكي القادم من الغرب التغلغ الديبلوماسي والعسكري الذي يحاول إطباق الحصار على الصين من كل جهات ومقابل اتفاقيات الأمريكية لم تقف طبعا الصين صامتة حيث سعت إلى إبرام اتفاقياتها الخاصة الأمنية والاقتصادية مع حوالي عشر دول هنا في محيط الهادئ من بينها جزر فيجي التي زارها وزير الخارجي الصيني لحسم هذه الاتفاقيات لكن فيجي وجزر أخرى ترددت بالموافقة على الطرحات الصينية خوفا مما وصفته ومما تقوله وكالة فرانس بريس هو الدخول ضمن محور بكين وفي هذا الإطار وبعد قمة عقدتها بكين مع دول في المنطقة خرج رئيس وزراء فيجي بتصريحات كانت شديدة الوضوح أجل فيها الموافقة على الطرحات الصينية وأكد أنه في هذه المرحلة لابد أولا من العمل على تحقيق التوافق في وجهة النظر بين الصين وجزر منطقة قبل التوصل إلى اتفاق إقليميا واسع النتاق إذن تقدم الصين نفسها لدول محيط الهادئ من خلال مقترحات لتوسيع اتفاقياتها بالدول الجزرية في المحيط الهادئ لنتعرف إلى هذه المقترحات الصينية بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ مصالح اقتصادية سمحت برفع مستوى علاقتها إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة وأشد مؤخرا رئيس الصيني شي جينبينغ بطبيعة هذه العلاقات باعتبارها مثلا جيدا للتعاون بين بلدان الجنوب بكين سعت في السنوات الأخيرة لتوسيع مجال تعاونها مع جزر المحيط الهادئ وأنشأت عام 2021 آلية لاجتماع وزراء خارجية الصين ودول جزر المحيط الهادئ تهدف في المنظور الصيني إلى توفير منصة جديدة لتعزيز الحوار والتعاون ولمواجهة تحالفات واشنطن في المنطقة اقترحت بكين زيادة الشراكة مع جزر المحيط لتشمل المسائل الأمنية والسياسية من خلال مقترح أمني واسع النطاق ورغم تحفظ الدول الجزرية على المقترح فالصين نجحت في توقيع اتفاقية أمنية مع جزر سليمان تسمح لشرطة الصينية بالمشاركة في فرض النظام في الجزر كما وقعت اتفاقية ثنائية مع جزر ساموى وبابواجيني الجديدة تفتح المجالة لزيادة وجود رجال الشرطة والسفن والموظفين الصينيين في البلدين للمزيد حول هذا الموضوع لنفهم أكثر اليوم عن هذا التواجد الصيني والأمريكي والمنافسة على جزر محيط الهادي وتحديدا ربما نسأل عن فيجي ينضم إلينا من واشنطن السيد برين سادلر وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية وزميل باحث أول في مؤسسات هيرتج أهلا وسهلا بك من لانكستر هذا الدكتور جيهانغ زينغ أستاذ الدراسات الصينية في جامعة لانكستر أهلا بكما معنا في هذا الحوار هقيقة أريد هنا أن أبدأ بما قالت عنه اليوم وكشفت عنه صحيفة الواشنطن بوست وأبدأ مع الدكتور جيهانغ زينغ دكتور واشنطن بوست اليوم تحدثت عن منشأة بحرية وسمته واعتبرته التواجد عسكري صيني هو الأول في محيط الهدي والهندي والهادي في كمبوديا وقالت إن الصين تبني سرا منشأة بحرية في كمبوديا لقواتها العسكرية فيما ينكر البلدان ذلك ويحاولا إخفاء العملية ما رأيك كيف تفهم هذا الخبر أو التسريب؟ ليست لدي معلومات محددة حول هذا الوضع كما ذكرتم فإن الحكومة الصينية رسميا تنفي حدوث ذلك ولكن بشكل عام يجب أن نعرف أن الصين تصر على حماية وحدة أراضيها وسياداتها خاصة فيما يتعلق بملف تايوان وأيضا بحر الصين الجنوبي وأيضا هي تود أن تحمي مصالحها ما رأيك سيد سادلر؟ كيف تفهم أنت أيضا هذا التصريح من الواشنطن بوست؟ وماذا يعني هذا؟ شكرا الواشنطن بوست تتبع قصة موجودة في الأخبار منذ سنوات عديدة وهي أخبار عن بناء قاعدة على شكل منتجع ولكن هي منشأة عسكرية في جنوب كمبوديا المطل على بحر الصين الجنوبي ما رأيناه في أماكن أخرى أن يكون هناك تواجد اقتصادي يسمح بعد ذلك لنفاذ عسكري والقاعدة العسكرية الصينية المعروفة في الخارج حاليا هي في جيبوتي ولكن نرى أن هناك انتقال من تواجد الاقتصادي يصبح بشكل متزايد تواجد أمني وعسكري بشكل أوسع في كمبوديا وحتى في اليونان دعونا نوسع الموضوع أكثر ونفهم اليوم بين خيارين الصين والولايات المتحدة هذه تطرح اتفاقية وهذه تطرح اتفاقية هذه تطرح شروط وهذه تطرح شهود هذه تطرح اغراءات وتلك تفعل كذلك ولكن برأيكم ماذا تريد هذه الجزر ونحن سألنا هذا السؤال لمشاهدين هل هذه الجزر تبحث بشكل أولوية أو هي نقطة التي سوف تجعلها تقرر إلى أي جهة سوف تذهب هل تبحث عن الاستثمارات عن ناحية الاقتصادية أمن الأمن والحماية أم الدعم السياسي يعني الموضوع اقتصادي عسكري أمني أم سياسي ما رأيك دكتور زينغ من الواضح أن الكثير من الجزر قد لا تود أن تختار جانبا ولذلك وضحت الصين أنها لا تود من هذه الدول أن تختار والصين تحاول أن تضمن أن لديها روابط مع هذه الدول من خلال اتفاقات تجارية ويبدو أنه بطلب من واشنطن خاصة تحت إدارة ترمب هناك إذن إلزام لهذه الدول أن تختار بين الصين والولايات المتحدة سيد سانلر هل لدينا جواب أوضح اليوم ماذا تريد هذه الدول وإذا كانت كأولويات يعني ما هي حاجاتها وربما أطرح أكمل ما ترحه الدكتور زينغ هل تستطيع بالفعل هذه الدول ألا تختار جانبا أو طرفا في الواقع إن معظم الجزر في المحيط الهادئ ومعظم الدول في منطقة المحيط الهادئ لديها قواصم مشتركة في المجتمع وحوكمة مع الولايات المتحدة وأستراليا من مع الصين فسوف يكون هناك دوما صراع إذا كانت الشعوب معتادة أكثر على الحريات ولكن هناك حاجة في الوقت نفسه إلى تنمية اقتصادية ودول مثل الولايات المتحدة لم تتمكن من توفير مقترحات بفوائد كثيرة والاستثمارات متأخرة من الولايات المتحدة وتبقى محدودة ولكن أعتقد أن في نهاية المطاف فإن الدبلوماسية الصينية في بعض الحالات حالات لديها مقاربة إذن أثارت سخطى بعض هذه الدول في جنوب الشرق أسا التي كانت لتراحب المزيد من الاستثمارات الصينية ولكن رأينا أن هناك ربط بين هذا البعد الاقتصادي في الاتفاق مع الصين وبشكل متزايد بعد عسكري وأمني ناجم عن هذه الاتفاقات فدول مثل ماليزيا والفيتنام والفليبين مثلا ترددت وأعتقد أن جزر المحيط هذه إذا مرقبت جزر سليمان لا ترى أمور إيجابية في هذه الاتفاقات وسوف نرى مبادرة دبلوماسية الصينية التي تطورت على مدى الأشهر الماضية على الأرجح لن تؤدي إلى نتائج ملموسة دكتور زينغ هل توافق ما يقول دكتور سادلر بأنه بالنتيجة كانت كثير من الدول تتعاون مع الصين بحاجة للصين ولكن ترى فقط الجانب الاقتصادي القروض تنمية وغيرها توفير الكثير من الدعم الاقتصادي والاستثمارات ولكن بدون شروط عسكرية وسياسية أو أمنية التي كانت تعيب علاقتها أصلا بالولايات المتحدة الأمريكية هذه الدول هل تعتقد اليوم أن الصين بدأت تدخل في رلم في مستوى جديد من العلاقات سوف يجعل هذه الدول تنفر من علاقاتها مع الصين مستوى الأمني والعسكري أتفق مع رأي القائلة بأن الكثير من الدول تود أن يكون لديها علاقة دبلوماسية مع بيجين ولكن أيضاً لو تود أن تحفظ على العلاقات التي تحميها مع الولايات المتحدة وهذا هو وضع في جنوب شرق أسا وأنا أوافق على أن ربما هناك بعض القيم الأقرب من الولايات المتحدة من الصين ولكن الصين لديها نموذج لا تود بالضرورة أن تنقله إلى دول أخرى ليس هناك توقع في نقل هذا النموذج ويجب أن نتذكر عندما نتحدث عن دبلوماسية صينية جديدة في هذا الصدد لا أعتقد أن الصين تخيرت كثيراً لجهة توقعاتها من دول الجوار أو شركائها في آسيا وما تخير برأيي هي العلاقات الصينية الأمريكية التي أصبحت فيها التنافس أكبر وذلك بسبب تخيير الإدارات في الولايات المتحدة مع ترمب وبعد ذلك بايدن وبايدن تبدأ مقاربة مختلفة ولكن استراتيجية نفسها باتجاه الصين وأدى ذلك إلى المزيد من العلاقات التي فيها المواجهة بين الصين والولايات المتحدة وهذا بدوري يخير علاقة الصين مع جيرانها وهناك دفع أكثر لهذه الدول باتجاه أن تميز ما ترغب به وتختار طرفاً إذن لا أعتقد أن استراتيجية غيرت في بكين ولكن كان هناك علاقات صنائية متغيرة بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى ذلك سيد سادلر هل توافق على هذا التحليل من الدكتور دينغ بأن استراتيجية الصينية لم تتغير هي هي ليس لديها اليوم طموح عسكري أو أمني أصبح شهية منفتحة بهذا الاتجاه ولكن كما هي كل قصة أن المنافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية احتدمت وبالتالي هذه الأمور أصبحت حساسة جداً يسلط الضوء عليها أكثر وتشكل مشاكل أكثر والشد باتجاهين أصبح أقوى هناك بعض الأمور التي أريد أن أمضحها أولاً بعد أن رأينا الصين أنها لم تغير ما هياتها والحزب الشيوع الصيني حفظ لأهدافه ولكن خير بطريقته في تحقيق هذه الأهداف وأصبح ذلك ممكناً بفضل ثقة متزايدة في القدرات العسكرية والقوى الاقتصادية للصين أنا شخصياً شاهدت ذلك وأستمع إلى رأي دول أخرى في المنطقة بأن الصين أصبحت أكثر استعداداً على أن تملي شروطاً على الطرف الآخر وأيضاً الصين هي التي تحدد شروط العلاقة وهذا دفع بالكثير من الدول التي كانت في السابق ترحب بهذه العلاقات أن تعيد النظر بعلاقتها الاقتصادية والأمنية مع الصين ورأينا هذا التوجه في السنوات الست الماضية ولكن ازداد أكثر مع نمو الصين العسكري والاقتصادي أما بالنسبة لإحتواء الصين أعتقد أن الولايات المتحدة لم تحاول على الأقل منذ سبعينيات القرن الماضي سياسة يمكن أن توصف بأنها تحاول الاحتواء على عكس ذلك ربما يتخير ذلك الآن ولكن لم نرى ذلك يترجم على أرض الواقع النقطة الأخيرة التي أود توضيحها هي أن جزر السليمان هي تجربة توضح أن الاتفاق لإعطاء نفاذ القوات إلى جزر سليمان على أساس اعتبارات سياسية محلية بين طرفين في جزر سليمان وإذا كان هذا النمط سوف يتكرر لكي تحصل الصين على نفوذ عسكري واقتصادي أكثر في المنطقة فإن الجزيرة التالية المستحدة فسوف تكون في جي لأن هناك نزاع بين العرقيات المحلية والتي أحياناً وصلت هذه المواجهات إلى الأخبار العالمية منذ عشرين عاماً كل شكر لك هذا السيد برينت سادلور مسؤول سابق في وزارة دفاع الأمريكية وزميل باحث أول في مؤسسة هرتدش بمعنى من واشنطن كان ومن لانكستر أشكر الدكتور جي هانج زينغ ووستاذ الدراسات الصينية في جامعة لانكستر شكراً لكم